وفي الإسكندرية قامت مؤسسة حياة كريمة بزيارة مركز وبرد العرب لمتابعة المشروعات التي تتم على قدم وساق في قرية بهيج والغربانيات وأوضحت المؤسسة أنه تم إنجاز العديد من المشروعات مثل محطة رفع الصرف الصحي بامتداد قرية بهيج ومحطة رفع الصرف الصحي بالغربانيات فضلا عن الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة بالقرية اشتركوا في القناة